بسم الله الرحمن الرحيم دي طبعا المراجعة المفروض رقم 4 المفروض انتوا شفتوا المراجعة اللي هي Part A و Part B والمراجعة اللي هي الموجودة على اليوتيوب كبيرة لمدتها ساعة ودي المفروض المراجعة الرابعة تمام المراجعة الاولى ديت انا اتكلمت فيها عن الملخص والملخص ده في غاية الاهمية تمام اللي هو رقمه واحد لو احنا فتحناه كده هنلاقي فيه كل ما يخص المنهج Chapter 9 جزئية Interface وبرمارفز وبعد كده Inheritance وبعد كده الجزئية بتاعة Chapter 12 اللي هي Object Oriented Design اللي فيها Analysis والDesign وفيها الرسومات والكلام ده كله تمام وبعد كده Chapter 13 اللي هو Recurging لازم بس نبقى فاهمين في شابتة 13 ده ما فهوم Recurging بس انا مش هازم انكم اكتر من كده تمام اه تعرفوا Factorial بيتعامل ازاي والFiponacci السؤال اللي جاء في الواجب بيتعامل ازاي وانا في في لازم تبقى عارفين السيليكشن سورت بيتعامل ازاي والانسيرشن والمرج والكويك دول كلهم ازاي ان احنا بنعملهم بالخطوات لان انتوا في الامتحان هيسألكم في الخطوات تمام اما البيج او نوتيشن ده الصفحة دي تتحفظ زي اسمنا بالزبط لازم حتلاقوا منها سؤال او سؤالين في الاختيارات تمام يعني مثلا السيليكشن سورت ال ال الكمبليكاستي بتاعته قد ايه فهتبقى او ان سكوير الانسيرشن سورت في الورست كيس هتبقى او ان سكوير وفي السورتد ارية هتبقى او ان كلام ده انا قلته خلاص فاذا الصفحة دي في غاية الهمية مهمة جدا هنشوف دلوقتي في الاسئلة تمام بارت بي جاوبت شوية اسئلة من امتحانات سابقة تمام والمحاضرة التالتة دي بقى ديت ماينفعش ان احنا ندخل الامتحان من غيرها فيها اسئلة متوقعة كتير لو انتو شفتوا الثلاث محاضرات اللي فاتوا وشفتوا الفايل بتاع ريفيجن وشفتوا البيج او نوتيشن والحاجات دي كلها تقدروا بقى تروحوا على امتحان السنة اللي فاتت بحيث ان احنا نشوفه ونشوف فكرته عاملة ازاي ونقعد كده نحلي فيه ونعرف اويله من اخر تمام طيب لو نفتكر لما جينا اتكلمنا في موضوع الانترفيس انا هفتح ريفيجن لما جينا اتكلمنا في موضوع الانترفيس قلتلكم ان كلمة implement هي المفتاح الرئيسي للانترفيس تمام فبالتالي اجابة سؤال شبه هكده بمنتهى البساطة خالص هيبقى ايه يدور على تلمة implement او ان الكلاس هي implement الانترفيس فيه حاجة اسمها لان الانترفيس تيامبليمينت الانترفيس لا طبعا فالكلاس هي implement الانترفيس رائع جدا الكلام ده دي كده اول حاجة طيب اللي بعده بيقولك نقط denotes the ability to treat objects with differences in behavior in a uniform way ده تعريف ثابت للبوليميرفيسم لو روحنا للملخص كلام ده عرفيك الملخص ده انا منزله للطلبة الترمي اللي فات خالوا كلام وكان معهم والمفروض ان هم ما دخلوا بي فعادي البوليميرفيزم اهيت the denotes the ability to treat objects with differences in behavior in a uniform way اوكي فإذا الملخص ده في غاية الهم which of the following cannot accessed by a subclass from the direct superclass تمام تاني which of the following cannot accessed انا دلوقتي عندي superclass وعندي subclass تمام اهو انا عندي class دلوقتي super اوكي هقفل ده بس لحظة واحدة عندي class اهو ده الclass super وعندي class اللي هو ايه اللي هو sub الclass super ده المفروض بيبقى فيه مجموعة من الميثود تمام وقلنا ان اي ميثود بيبقى ليها حاجة اسمها access modifier والاكسز موديفاير دوت زي public زي الprivate زي الprotected الاخير طيب الصبكلاس ده لما بيرث السوبر كلاس تمام يطرى بيقدر يأكسس منه ايه بيقدر يأكسس منه كل حاجة ما عدا الprivate الprivate ديت اوضة خاصة بالسوبر انا شرحت كده في الدروس اللي يفتكر فبالتالي which of the following cannot access by a subclass from the direct superclass الprivate variables of the superclass تمام ولو نلاحظ هنا في الملخص اهو هتلاقوني عمل لكم جدول جميل قوي بقول لكم فيه كل حاجة in public لو حاجة عندي public في ال own class ماشي في الباكتجي ماشي في السبكلاس ماشي في ال all packages classes ماشي الprivate بس ده بيتشاف جوه ال own class تمام ال protected بيتشاف في كله معدل all packages والclasses خلاص فديت ايه من الحاجات المهمة اللي برضو تتوقع عليها سؤال بيقول لك هنا all classes defined without an explicit extends close automatically extend نقط class تاني all classes classes كلها بتتعرف without an explicit extends close تمام automatically بت extend ال object class انا دلوقتي عايز اتعامل مع المثود اللي موجودة جوه ال class لازم اعمل منه ايه لازم اعمل منه object تمام كده رائح طب اللي بعد كده بيقول لك crc stands for a class resources and cooperation لا crc يا جماعة تحفظوها class its responsibilities and its collaborators اهو هتلاه برضو في الملخص crc plus responsibility and collaborators اوكي طيب بعد كده in extreme programming نقط means the ability to write code on the same computer by two programmers اوكي عندك حاجة اسمها realistic planning bare programming collective ownership بعد كده في refactoring تمام هو هنا بيقول لك ability to write code on the same computer by two programmers عندي كمبيوتر واحد خلاص وفيه كنين programmer شغالين عليه ده بيبقسمه bare programming دي موجودة فين في chapter 12 بص في chapter 12 كده جماعة الحتة دي مهمة قوية slide 13 14 15 16 17 تمام انا شرحها طبعا بالتفصيل في المنتج تمام هتلاقوا bare programming اهو two programmers write code on the same e computer ممكن المرة يجيب لك all programmers can change all code as needed ده اللي هو collective ownership ممكن يجيب لك حاجة اسمها refactoring ده اللي هو restructure the system continuously to improve code and eliminate the application خلاص فنخلي بالنا من المصطلحات ديت هما كان مصطلح كده 3 و 3 6 اوكي دولت انا مش جيبهم في الملخص فنخلي بالنا منهم لان هما ممكن يجو في الاقزام خلاص كده ده كان السؤال رقم 6 تعالوا بس نكمل اول multiple choice سؤال رقم 7 او بيقول لك هنا public int get area رايكم اخذوا احسن هناك تعالوا بصوك يا رجا السؤال ده ليه قاعدة ثابتة لو تعلمتوها لو جالكم تحلوا بمنطقة البساطة بيجاب لك سؤال كده شبه ده خلاص وبيقول لك for the previous code the recursion happens if recursion بيحصل امتا تمام recursion هجماعة بيحصل في حالة عدم تحقق اول شرطين يعني لو تحقق الشرط الاول recursion مش هيحصل لو تحقق الشرط التاني recursion مش هيحصل لو تحقق الشرط التالت recursion مش هيحصل امتا حيتحقق recursion لما ما يتنفس الشرط الاول وما يتنفس الشرط التاني طب الشرط الاول ايه ان الويتث اقل من او يساوي زيرو وان الويتث اقل اقل الواحد خلاص كده طيب ركزوا معيها ايه هو عكس ان الويتث اقل من او يساوي زيرو اقل من او يساوي عكسها اكبر من تمام كده اقل من او يساوي عكسها اكبر من يبقى اذا recursion حيتحقق في حالة ان الويتث اكبر من الزيرو دي الحالة الاولى تمام طب تعالوا نشوف عندنا هنا ويتث اكبر من الزيرو لا 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 طب تعالوا نبص على الحالة التانية الحالة التانية ان الويتث ايقوال ايقوال وان طب ايه بقى العكس بتاع ايقوال ايقوال وان العكس بتاعها كتير العكس بتاعها ان الويتس يكون اكبر من الواحد او الويتس اقل من الواحد او الويتس اكبر من او لا بلاش يساوي دهت خلص يبقى الويتس اكبر من الواحد او الويتس اقل من الواحد فاحنا هنا هندور يا طرف في ويتس اكبر من الواحد اه يبقى ازن هي دي الاجابة الصحيحة فلو جلنا سؤال شبه ده تاني هنعمل ايه هنبدأ نختبر اول اف ونجيب عكسها ونبدأ نختبر ده اختبر تاني اف ونجيب عكسها خلاص انا هنا جبت كم حالة جبت واحد اثنين تلاتة لو واحدة من دول موجودة تبقى هي دي الاجابة الصحيح اوكي ده كده مين ده كده رقم سوا طيب رقم تمانية what is required to make a recursive method successful علشان تخلي recursive method successful تمام ده سؤال هتلاقوه في شابتر 13 عجبه لكم والصحة تلاقوها موجودة هنا اهي ان فيه two key requirements for recursion success وده توقعوا سؤال من الاسئلة المقالية ان every recursive call must simplify the computation in some way there must be special cases to handle the simplest computations directly دولة يتحفظوا طب من السؤال بقى فاعتبع اللي اجابة ايه in recursive call to simplify the computation طبعا وانا بشرح دايما نقول لكم ان recursive مربوط بكلمة call لا طيب insertion sort is an هاي بعمل ازاي on square algorithm جبتها منين من الفايل السحري بتاعنا بكرينو الفايل بتاعنا دولة اهو insertion sort or in terpia توقعوا سؤال فيه ده لازم في المراجعة برضه بترتين من الفات وتلوم كده وجاه سؤال فيه طيب يا ممدوح عندنا ايه تاني فين؟ اهو after iteration of selection sort working on an array of ten elements what must طيب بيقولك هنا after one iteration of selection sort working on an array of ten elements تمام؟ what must be the array cannot be sorted ولا one element must be correctly placed عارفين يا جماعة فاكرين ال insertion sort تمام؟ في ال insertion sort بيقولك after one iteration بعد دورة واحدة of selection sort working on an array of ten elements ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان احنا هيبى عندنا one element must be correctly placed خلاص؟ في ال insertion sort لازم يبقى عندي element واحد لازم يتحط في مكانه في كل مرحلة هو ده ال insertion sort انا شايف ان دا السؤال ده الوحيد اللي هو أصحب سؤال له اوكي؟ طيب بعد كده السؤال الثاني صح وغلط بيقولك بقى اتلاس can implement only one interface type كلام ده صح وغلط يا جماعة؟ اه الكلاس بي implement وحدة انترفاسية واحدة؟ طبعا لا الكلاس ينفع عن نوع implement more than one interface تمام؟ طيب هاتو كلمة super تعال اعمل عليها search يالله بينا انا معرفش على فكده انا بدور معيك وين انا مش محضر على فكده انا قاعد دلوقتي حالا نهوت اهو super 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 اهو use the super reserved word to call method of the super class حلو كده؟ ايه رأيكم؟ موجودة تمام؟ بالغاية دلوقتي يمكن سؤالين بس اللي خرجوا برا المزكدة انا بس بوريكم مدى اهميتها فغاية الهمية انتوا لو داخلين حفزينها سم هتخش وتحلوا بمنتها البساطة اوكي؟ طيب اه في كمان موضوع ان الكلاس بي implement more than او بصو الكلاس can implement more than one interface type خلاص؟ الحياة سهلة؟ ها الواوي طيب هنا analysis process is used to decide what classes and methods need in software development في الاناليسي يا جماعة في الاناليسي process is used to decide علشان تكرر what classes and methods need in software development كلام ده صح؟ في الاناليسي بيحصل كده؟ ها اكيد لا ده في الديزاين اللي بيحصل كده في الديزاين بيحصل لان انا بحدد ايه الكلاس و ايه المثوض طبعا الاجابة هتبقى false خلط تعالوا نشوف كده في الملخص عشان تبقوا عارفين كل سؤال مكانوا فين وطرقوا تذكروا كويس ايدي هنا هو الاناليسي decide what the project is proposed to do don't think about how the program will accomplish tasks تمام؟ هنا بقى في الديزاين plan how to implement system discover the structure decide what classes and the method you need خدتوا مالكم؟ فلازم كل مرحلة من المراحل دي نبقى عارفين ايه اللي بيحصل فيها عشان لو وجدنا سؤال ما بين السطور زيادة sometimes it is easier to find a recursive solution if you make a slight change to the original problem يعني ايه كلام ده؟ بيقولك في بعض الوقات سهل قوي ان انت تلاقي recursive solution لو انت عملت ايه؟ تغييرات بسيطة للوريجنال problem انا فعلا بعمل كده يا جماعة انا بيبقى معي مثلا مشكلة برمجية بروح احللها بالطريقة العادية الاول باللوب وبعد ان بحلها باللوب اقول انت بخلاق اسمي الله بينا بها ايه اروح احاولها لريكارج فدي طبعا اجابة صحيحة The performance of an algorithm is most closely related to the total number of element visits تاني The performance of an algorithm تمام الاداء بتاع الالغوريزم ده بيبقى Is most closely related to the total number of element visits فعلا البرفورمانس يا جماعة بتاع الالغوريزم بيتحدد بناء على ايه؟ انا هزور الالغوريزم ده كم مرة مثلا تمام؟ فكلما كانت عدد المرات اقل كلما كان البرفورمانس اعلى فطبعا الاجابة ايه؟ صحيحة طيب حلوة ايه فيه تاني فيه السؤال اللي هو سؤال الاكمل تحسوا بقى احنا ايه دخلنا تالت عددي احنا انتو عدوكم اسمها تالت متوسط اكمل مش مكسوفين والله من رأي يجيبوا الامتحان كله بيجيب لك شوية كلمات كده يجيبوا الامتحانات كله برنامج يجيبوا شوية امتحانات بيجيبوا شوية كلام المفروض ان انت ما تجيبوا على المستطيل ده تبقى عارف كل كلمة بتدل على ايه؟ في ذهنك يعني تمام؟ طيب يقولك هنا ده هو مدهالك اهو؟ يعني هو اصلا مدهالك بالاجابة اللي يخلي الكلاس ييمبليمت الانترفيس كلمة إيمبليمت تمام؟ جميل فكلمة إيمبليمت كده خلاص؟ طيب نقط is a method in object class returns a string representation of the object طبعاً to string نطول ما احنا شغالين في الجابة بنقوله two string النقط model the lessons learned from development of one prototype can be applied to the next iteration طالما ذكرت كلمة iteration فدي مربوطة بالspiral model نقط is a programming technique in which a method can call itself call itself يبقى recursion تمام؟ السؤال الثاني من الفايل السحري الثاني تفكرينه؟ هو ده ماشي؟ يقولك merge sort is an e تعالوا كده نشوفها merge sort on log in يبقى أزاً الملخص والورقة السحرية بتاعة الـ algorithm في غاية غاية الأهمية أصله واحد يجيب منين تاني يا جماعة؟ هي واحد زاد واحد يساوي اتنين بعد كده بيقولك answer the following questions briefly سأجيب لك سؤال مقالي وسؤال find the output في الغالب يعني السؤال المقالي بيقولك give three differences between interfaces and classes هذه الملخصة هاو هتلاقوا فيه differences between a class and an interface type وده طبعا انا شارعه اوكي انت لو ديت له بس الجدول الجميل ده خلاص كده انت خدت ثلاثة من ثلاثة هنا what is the output of the following code تمام بصوا كده جميعا احنا عندنا في chapter 9 and chapter 10 chapter 9 بيتكلم في موضوع interface و chapter 10 بيتكلم في موضوع inheritance تمام ومنتهى البساطة كده بمنتهى البساطة الانترفيز دي يا جماعة نقدروا عليها حاجة كده وسيطة اوكي انا بقعت كده اقول والله انا عندي class a و class b و class c الى اخر class a ده هيبقى فيه method اسمها x و method اسمها y و method اسمها z رحت ابرمج class b لقيت ان انا برضو حيب عندي x و y و z رحت ابرمج class c لقيت ان انا حيب عندي x و y و z اذا تعرفين اصلا او object oriented programming هدفها الاساسي ايه ان انت بتكتبش اكوات كتير صح كده؟ فقالك طيب طالما ان انت عند حضرتك في class a و class b و class c بتكرر نفس المثود ذي خلاص خد المثود المتكررة ذي تمام اللي هي ال x و y و z وحطوهم في interface تمام ولا عليها public interface كوكو مثلا و افتح كيرلي و اقفلها وروق اللي الانترفيس ديت فيها public x افتح كوس و اقفله و public y افتح كوس و اقفله و public z افتح كوس و اقفله انت خلاص او عملت ايه؟ الانترفيس حلو الكلام ايه اللي هيحصل بعد كده بقى الى حيحصل بعد كده ان انا رحت اقبرمج class a اوكي رحت اقبرمج class a فقولت له ايه انت هت implement كوكو يبدأ السيستم يدور على مين كوكو ديت كلمة implement دي بالنسبة للسيستم معناها ايه؟ انها انترفيس فحيروح يدور في قسم الانترفيس على انترفيس اسمها كوكو حيلاقي فيها ثلاثي ثلاثي و اكبر الي انترفيس ايتها قسمة الانترفيس انترفيس ولكن يدور خلاص نعم جميل جدا طبعا الفصل اسمه interface and polymorphism polymorphism هو سلوك الحرباء ان الحرباء يعني مواهدين دوت من الواقع بتتلون حسب طبيعة المكان لو هي وقف في مكان لونه بيج فعبق لونها بيج وقف في مكان لونه أخضر فاذا الانترفيس دي في كلاس الاي هتتلون حسب كلاس الاي والانترفيس هي هي كوكو ديت لو رحت عند البي حتتلون بنفس كلاس البي والانترفيس ديت لو رحت عند السي حتتلون بنفس كلاس السي وشكرا وضمتم سالمين ده شابتر ناين شابتر تن بيتكلم على الانهيرتنز قالك ايه ان انت عندك كلاس ايه كلاس ايه دوت حضرتك رحت عملتي فيه مثود اسمها اكس ومثود اسمها واي هبصوا تعالوا ربط لكم الدنيا كلها ببعضها كلاس ايه دوت رحت انت وقلت له ايه ايه كلاس ايه لو سمحت امبليمينس كوكو فهو اوتوماتيكلي هيروح جاي بنزل لك المثودز اللي هي اسمها اكس واي وزت صح كده؟ حلو ايه بصيت لقيت وانت بتبرمج ان انت عندك كلاس اسمه بي وكلاس البي ده في نفس محتويات كلاس ايه بالزبط وزيادة حتة تاني لقيت ان كلاس البي فيه نفس محتويات كلاس ال ايه بالزبط بس بيه حتة زيادة تمام؟ تروح انت بقى تعمل كلاس البي من الاول خالص وتقعد تكتب فيه الاكواد اللي انت تعبت وشايت فيها في كلاس ال ايه وبعد كده تروح كده في الحتة الزيادة قالك لا يا سيدي ريح بالك بقى انت كل اللي هتعمله ان انت هتعمل كلاس بي خلاص؟ وهتقول له بس كلمة ايه اكستينس اكستيند تمام؟ اكستيند من الا فلما قلت له اكستينس الا فهو اوتوماتيكلي اوتوماتيكلي هينزل فيه الاكس والواي والز تمام؟ وزود بقى انت من عندك كمان ال ايه مثود اسمها ايه يبقى انا كده في كلاس البي ده تعبت ولا ما تعبتش لا والله ده انا كل اللي عملت وقلت له يا بيه انت فيك نفس محتويات ال ايه بس انا والله يمكس لك بالاكواد بس هكتب لك كده كلمة اللي هي اكستينس الايه روح يورث كل اللي موجود في الايه حلو الكلام؟ فاوتوماتيكلي البي حيروح يورث كل الحاجات اللي موجودة في الايه معادة الحاجات اللي نوعها برايفت هلاص؟ مش كده بس ده انت جوه البي بقى تقدر ان انت تعمل اكسس لكل الحاجات اللي انت عايزة ادي الفصل التسع والعاشر طبعا بمنطقة الاختصار ولكن ما تعتمدوش على انا قلتو ده بس لا برضو بصوا فيه عشان تعرفوا الدنيا ماشي ازاي طيب حلو قوي الكلام ده تعالوا ناخد كده السؤال ده تمام؟ ونشوف فكرة ويه هنا عمل متغير متغير اهو سوري عمل كلاس اسمه فيكل ماشي؟ عمل كلاس اسمه فيكل وعند كلاس الفايكل دوت عند كلاس الفايكل لو انت لاحظ كده انه عنده كونستراكتور كونستراكتور دوت فيه system.o.println كونستراكتور خلاص؟ رائع جابها عند كلاس اسمه بايك ورح جاي ورث من ورث الفايكل وبعد ما ورث الفايكل راح جاي عمل هنا ايه؟ قال له بايك تمام؟ وجواها system.o.println بايك is created تمام؟ لازم يا جماعة نروح نعمل كلاس علشان نتست تست الكلاس اسمه تست سوبر قال له فيه ايه؟ قال له dog فهو طبعا هيبدأ system يدور على كلاس اسمه وانتوا هدوقوا هنا كلاس اسمه ها؟ مفيش كلاس اسمه وانتوا هدوق ابائزا no output بس كده هي دي هتبقى الإجابة تمام؟ حتى انا المجاوب شاطر ما شاء الله بيقول no output ليه؟ علشان التست سوفر ته؟ تمام؟ doesn't have the details from ما فوجوش اي بيانات خاصة بالبايك والفايكل تمام يا جماعة؟ تمام السؤال بعد كده بيقولك Today develop a software for a university that handles student registration process through adding a course to a list and then notify the course instructor with the changes يبقى احنا عايزين نديولوب software للجامعة بتهندل the student registration process through adding a course to a list بتضيف كورسات and then notify the course instructor with the changes وكمان بتبعت زي notify للcourse instructor بالتغيرات اللي حصلت بالتغيرات اللي حصلت بيقول لك name two classes that come to mind when reading the task above يطلق معا ايه الكلاس اللي ممكن اطلعها من سيناريو شبه كده الكلاس بالنسبة لنا اللي هو الناون الاسماء فتبدأ كده تطلع كل الاسماء الموجودة زي university عندنا student تمام عندنا course اوكي عندنا instructor او course instructor في حاجة تانية اه مفيش هنا بس بيقول لك name two classes that come to mind when reading the task above فاحنا عندنا كده university وعندنا student وعندنا course name وعندنا course instructor صح كده حط اي اتنين منهم بتاخد الدرجة بتاعتك يبقى السيناريو بتاعنا لما يجينا بنطلع منه الاسماء خلاص لو قال لك بقى طلع لي الميثود فتبدأ تدور على اي على ال verbs زي اي that has student registration process registration ده بنسبة لنا verb فإذن يعتبر method ان ال student حي register through adding a course to a list adding ها يبقى احنا عندنا كده add a course دي كده method and then notify ده بنسبة لنا verb فإذن بقى عندنا method اسمها notify the course instructor وغلين بقى لكم فإذن اي scenario لما يجلنا لازم ادور على noun وال verbs noun اخليها classes وال verbs اخليها methods جايب لك سؤال recursion ومبدأي اي سؤال recursion في الدنيا من غير if statement يبقى سؤال خطأ على طول لازم يبقى في if statement علشان السؤال يبقى صحيح طبعا هنا بيقول لك what the previous recursive method works successfully explain the reason طبعا طالما ان انا ما عنديش if else فبالتالي recursion ده او السؤال ده اي مش عايش ده تمام فهنا قررت له اي no it will not because we need to add if else تمام فديت الفكرة بتاعة السؤال جميل خالص كلام دوت غير دلوقتي يا جماعة انا شايف ان الامتحان طبعا هو مش هايف يعني هو في شو قل بس لو احنا مزاكنين هنغاف نجاو complete the following code that recursively computes x where x and n are both non-negative integers خلاص المفروض ان ال x وال n دولة ما لهم المفروض ان هما non-negative integers مش negative كلهم positive خلاص فبالتالي هو بيقول لك كمل لي الكود اللي جاي recursively هو عايزك تجيب ايه عايزك تجيب ال power عايزك تجيب ال power اللي حلل هنا تمام كاتب fact هو حافظ على فكرة هو علشان واخد فهو حافظ تمام فالمفروض ان انا هنا بقول له if n equal equal zero لو كانت ال n ب zero المفروض ان انا هيرجع لي حاجة صح كده طب هو هنا عايزي جيب ال power عايزي جيب ال power خلاص طب ال power دوت هيددله ايه هيددله x ون ون فلو كانت ال يعني مسلا عايزة اقول له ايه هاتلي فاكتوريا هاتلي power الخمسة والثلاثة تمام فلو كانت ال n ب zero يا جماعة يعني لو جيت قلت له هنا خمسة و zero خمسة و zero بكم هيدديني واحد فبالتالي لو ال n بتساوي zero فإذا رجع لي return واحد تمام و الا و الا رجع لي دايما يا جماعة دايما بعد ال if كلمة return وبعد else كلمة return رجع لي ايه بقى رجع لي المفروض حل السؤال ان انا بجيب ال power خلاص كده بتاع ال x قص ايه قص ال n خلاص تعالوا عمدها لكم عملي احسن على ال blackboard طيب احنا كده حلنا الجزء الاولاني دا اللي احنا قلن له فيه ايه return واحد خلاص طيب هنا و الا هقول له ايه بقى و الا ها و الا مهم قوي دا بقى ركزه فيه برضو هيبقى return طيب return ايه هو ايه اللي بيحصل لجماعة في الباور اللي بيحصل في الباور انها مثلا قلت له هاتلي power 5 و 3 اوكي فاول مرة خالص المفروض انه لما يجي يدخل هيجيب ايه هيجيب يعني هو مفروض بياخد اكس اكس ون تمام كده ال اكس دا بكم بخمسة صح كده فمفروض انه هيحسب هزاي هيحسب خمسة تمام في مفروض يعني خمسة في خمسة عشان نجيب خمسة قصة ثلاثة طيب الخمسة الاولانية دا انا هقوله ايه هقوله لو سمحت هتلي الاكس اللي هي خمسة الاولانية دا في في كام روح بقى ونادي على نفس الدلة اللي هي الباور دا تمام والباور هتاخد نفس الموضوع بالزبط اللي هو مين بالنسبالي اللي هو الاكس طب يا ترى هتاخد ان لأ هتاخد ان مينس ون ازاي ماهو تاني مرة باور اكس ون مينس ون دا هي الان اللي كانت في الاول بكام كانت بتلاتة تاني مرة هتبقى باتنين صح كده انا بالزبط بقوله تاني مرة اضراب لي خمسة في الاكس بكام ما زالت بخمسة خمسة قص اتنين هيديني خمسة وعشرين تمام كده تالت مرة هيروح جاي عامل ايه اه انا طلع لي الناتج دلوقتي خمسة وعشرين هروح جاي دربه مين في باور اكس ان مينس ون هي الان كده 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 خلاص كده المرة اللي بعد كده هتبقى الان بكام بواحد فواحد ناقص واحد هيديني زيرو تمام فلما اقول باور اكس تمام قص زيرو قص اس زيرو هو انا ايه لما تلاقي زيرو رجعلي واحد يدرب بقى خمسة في خمسة وعشرين في واحد هيديني كام مية خمسة وعشرين اللي هي خمسة قص تلاتة تمام فده طبعا سؤال تفكير واكيد مدي عليه درجة كبيرة ناقفش كام بس مدي عليه درجة كبيرة خلاص طيب في ايه تانية عندنا السؤال دوت اللي هو What does the selection sort algorithm go through to sort the sequence 6 5 4 3 2 1 المفاجأة بقى ان السؤال ده انا شرحه في البرودكت هو هو copy paste اهو ده الدرس بتاعنا تمام ودي شرح بتاعه اهو انا زره لكم دلوقتي زي ما انتو شايفين كده ده فعلا سؤال امتحان سابق تمام بيبتدي 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 يقول لك هنا fill in the following table to show the steps عايز الخطوات In which is the selection sort algorithm go through to sort the sequence 6 5 4 3 2 1 اوكي طيب طبعا هو قالت ايه selection sort فلازم بقى اعرف يا جماعة النوع اللي انا هستعمله طيب اول خطوة قلنا ان احنا بنعمل ايه بندور على اصغر قيمة ها اصغر قيمة هنا فين طبعا هتبقى ال one اروح جايه عامل ايه خلاص بقى انا عرفت الطريقة حط نجمة كده تحتها وبدلها مع اول واحدة فحجيب الواحد هنا ونزل الباقي زي ما هو 3 2 واجيب ال 6 هنا كده انا بدلت الواحد مكان ال 6 والواحد ده اعمل في ايه مش عايزه اروح بعد كده عند الليستة اللي فضله اللي هي دي تمام وابتدأ اسألها مين اصغر قيمة فيكي فحتقول لي 2 اعمل ايه في اللي كنين اروح جايه نبدلها مع اول قيمة اللي هي 5 اروح جايه منزل القيم بعد ما اعمل عملية الاسواب فحتبقى القيم عندي واحد اللي كنين هتيجي مكان الخمسة هتبقى كنين وبعدين 4 ثلاثة وطبعا خمسة هتيجي مكان اللي اتنين خمسة 6 اعمل ايه منساش اشيل الواحد واشيل الاتنين هيتبقى عندي ايه هيتبقى عندي الليستة دي اعمل فيها ايه اسألها مين اصغر قيمة فيكي فحتقول لي ثلاثة احط عليها النجمة بتاعتي تمام واجبها مكان الاولى اللي هي مكان الاربعة فعمل عملية الاسواب فحتبقى واحد اكنين ثلاثة هتيجي مكان الاربعة هتبقى ثلاثة والاربعة هتيجي مكان التلاثة هتبقى اربعة خمسة ستة وهو المطلوب اثباته تعالوا كده نشوف يطرى اجابتنا عاملة زي اجابة المود الانسر ولا لأ او زي ما انتو شايفين كده اول سطر حيبقى واحد خمسة اربعة تلاثة اكنين ستة صح وبعدين واحد اكنين اربعة تلاثة خمسة ستة صح وبعدين من واحد لستة اذا تاخد الدرجة بتاعتك كاملة زي ما انتو شوفتوا كده تمام دي الاجابة اللي صاحب الامتحان ده مجاوبها اوكي ومجاوبها زي انا تقريبا بالزبط اوكي تعالوا كده نشوف انا مش عارف زي ما قلت لكم انا مش محضر بصراحة بسلايد باي سلايد باي سلايد اللي حابب بقول لكم ان انا المادة دي بالزد تمام انا مش ماشيها سلايد باي سلايد لان انا ماشيتها سلايد باي سلايد زي ما عملت في تسعة وعشرة كده وكل الناس قرهت المادة خلاص مش هينفعين ولكن لو انتوا تلاحظوا ان انا في chapter 14 ابتليت اخرج بره السلايد واجيب المهم على طول تمام وزي ما انتوا شايفين برضو ان المهم ده هو اللي بيجي فمن فضلكم ذكروا من product تمام السلايدز مش كل حاجة السلايدز انا ملخصها لكم في الملخص خلصنا منها خلاص تمام وانا اتكلم بقى على الشق العملي ده ذكروا من product تمام دي كده كده المراجعة راكم 4 اجابة mid turn بتاع شهر 3 2018 اللي هو اللي فات على طول اوكي فلو ال coordinator واحد معنى كده ان الامتحان هيجاكم شبهتها ان شاء الله نشوفكم على خير وربنا معاكم تخرجوا بكرة باذن الله اتطمنوني لو سمحتوا وتقولوني ان اعملتوا كويس فاعتقادي شديد ان هو هيجيب لكم بكرة ال insertion sort فنذكر كويس جدا ال insertion فاعتقادي ان هو هيجيبه بتوفيه ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة